سراءً أبختم معاك في الجاثوم وفي الإسطورة الأساسية إسطورة شيراز من الحلقة الأولى لحلقة السادسة كتابياً وحبكةً الجاثوم والحلقة الأخيرة الجاثوم أنا بداية من الأعداد المحافظة جداً لليا والمعظم قراءة السلسلة ودكتور أحمد نفسه وهو عملها وطبعاً هو عاد صيغتها يعني تدخل فيها وتدخل في المعالجة بس بشكل موفق ورده يعني شفت تدخل ده موفق لأنه هو خلى رفعت هو يعني في الروايات كان حد تاني اللي بيحكيله كان خطاب من شخص تاني بيحكيله مغاملته مع الجاثوم فهو أسقط رفعت وخلى هو اللي يعمل ده فكان موفق جداً لعب فكرة الهواجس والهلاوس والدخول في عالم الأحلام والخروج منه والحالة دي يعني رفعت شوية خد غطس أو غاز داخله نفسه بالزبط وتأكدت في نفس الوقت بالتبعية علاقته باللي حواليه من خلال الأحلام ومن خلال الواقع فلا كانت موفقة بشكل كبير عجبني أنا كمان هنتكلم المنخوضة المعطلة بتاعت من الجرافك برضو كان ممكن يبقى مستوى أعلى من كده بس هنتكلم بشكل إجمالي يعني عن الصياغة وعنه كتابة أنا بالنسبة لي كتابة رغم أن الجاثوم نفسه ما تفسر كثير وما تتوضح عقدة لغزه بشكل واضح إلى أنه استخدامه عشان ندخل اللاوعي حق رفعت كان موفق واللاوعي حق رفعت وجوه والأحلام الصراحة رغم أنه الجرافيكس في بعض الأحيان ما زبطت إلى أنه في بعض الأحيان بالنسبة ليه كانت رهيبة جوه الأحلام في هداك المسار الطويل من النار إلى الآخر حاجة حاجة ترجمة نانسي قنقر